بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم إن شاء الله سنتكلمه على الحكاية جرادة مالحة على اللعبة اللي كنا تلعبه وش حال هذه شكن فينا اللي ما كنش تلعب جرادة مالحة هات جرادة مالحة شحال لعبناها من كنا صغر بلا ما تنعرفو شنو هي قصتها كنا تنقلو تتعقلو على ديك الغنية اللي كنا تنقلو على جرادة مالحة فين كنتي سارحة في جنان صارحة أشكلتي أشربتي التفاح والنفاح يا قضية بومفتاح صبح الله العظيم بقى في الذكيرا كبح البارح نبدو كانت واحد القبيلة طريقها طويلة طريقة اللي تديك ما تجيبك كل مرة تتبدل الطريق بسبب من؟ بسبب واحد السحارة بسميتها عاقصة وكانت في هات القبيلة مرأة طيبة تتصدق وكلامها حلو وطيب كان عندها جنان جنان الخيرات القبيلة كلها منه تتعطي المسكين وتتجدع اللي يتيم اسميتها الصالحة وهي فعلا صالحة في الحقيقة مني تيكون شي واحد طيب ومزيان تتلقى ضروري الحساد من هاد الصالحة مسكينة كانت واحد السحيرة عاقصة تدير المستحيل باش تحيدها من طريقها ما خلت ما دارت مشتية موجتية وقلب عاقصة عامر بالحقد والغل على الصالحة واللي زاد في نارها كتر هو مني ولدت الصالحة ولدت جوجو تويمين تيفتنوا بالزين ناضت عاقصة جمعت شياطنها في واحد الليلة وقالت لهم اليوم جنان الصالحة يصبح رماد باش ما تلقى لبهي ماما تأكل هي ولا العباد بغيت نشوف الصالحة مدلولة لا جنان لا ولاد لا دار سمعو شياطنها الكلام وقررو يطبقو الحكام شوية وهما يرجعو كنت ربادير الشقف مدلولين وصولتهم عاقصة ايوة دمرتوا المكان جاوبوها الله حافظ الصالحة وجنان وجنان حافظها هي وجنان ديالها رجعت عاقصة الفراشة تتفكر تتفكر في شي مكيدة جديدة ضحكات عاقصة وغوتات صافي لقيتها غدا غدايا الصالحة تفطري بالدموع وتتعشي بالندامة مسكينة الصالحة في الصباح فقط بش تفطروا ولادها ما لقيتهمش مش هطل الفراش لقيتوا بارد يعني عرفت بأن بأن اللي دار الفعلة ديالهو دارها بالليل غوتت الصالحة و بكات و قلبت الضرب والجنان ولا أطرب عرفت ملت الفعلة هاة دي فعايا العاقصة جمعوا أهل القبيلة هادي طغات وما قدوهاش لعباد دازت حتى لخطيف لولاد جمعوا video لدي الرعاقصة وما لقوا غير الدباب هربات هي والد الصالحة ما لقات جاد هزت يديها ودعاة ودعوة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب عقصة هربات الوحد القبيلة تقولوا لها قبلت الحواتة عيشين غير على الصيد مني دقت عيش عيشة قنديشة قال مني دقت عقصة الخيمة في هات القبيلة وناس القبيلة شافوا بالليل حوت من بعد الصيد ضغياتها تعطي ريحته سولهم كبيرهم من فوقاش هاد الحالة في القبيلة جاوبوا السيدي هادي ثلاثيام والوحد بخلع لنا بحوته واللي سيدناها تتعطي ريحته تكلموا حتى الصيد وقال هادي ثلاثيام السيدي دقت واحد المرأة خيمتها قدام ضاري لا هي ضيفة ولا تيدخل عندها شي ضيف إلا شفتيها ما تسرك بشوفتها وإلا سمعتها ما يعجبك حديتها جاوبوا وقالوا الليلة ما عندها ما تدير في قبيلتنا الليلة ما عندها مباتة في قبيلتنا أعطيوها المونة ديال الطريق وخرجوها خرجات عقيصة وشدات الطريق وصلات القبيلة أخرى تقولوا لها قبيلت لحطابة ودقات خيمتها بحل عادة الناس في هذه القبيلة كل صباح تيخرجوا للغابة تيحطبوه ومن يتيرجعوه تيشويه الخير تبارك الله موجود أوافات الثلاثيام لاحظوا الناس أن الربيع اللي كيحشوه للبهايم تيبس في الطريق قبل ما يوصل للقبيلة قلال الحليب والحم وقلال الخير جمعوا الحطابة سووا لهم كبيرهم من فوقش هاد الحالة في القبيلة جاوبوا واحد لحطاب أسيديها دي ثلاثيام جات واحد المرأة إلا شفتيها نهارك ميدوز نهارك يدوزك حل نفش شي قلهم أعطيوها المونة دي الطريق وتخوي القبيلة ريبولها خيمتها وخلاوها وسط الغابة فريسة شدت طريقها القبيلة سميتها الصافية من اسمها صافية تيحكمها القاضي بمفتاح القاضي اللي جا قصده ما تيدلمو عنده بحل غاني بحل فقر بحل صغير بحل كبير وكال القاضي بمفتاح ما تيخف ما تيخف وش علي السحارة كانت عنده جماعتهم من السحارة ولكن هاتجماعة تيخدموه تيخدموه غير في الخير كان عنده وخاة السحارة ما تيديروش لحاجة الخايبة تيخدموه غير في الخير وصلت عقصة القبيلة وكيف العادة دقت خيمتها القبيلة حتى لهذاك النهار عايشة بسلام دازت تلتيام والقبيلة ناضفيها الشياط الغانية كل فقير والكبير يحقر على الصغير وكترات الشكاوي والقاضي مفتاح الصف عنده في باب داره تيقدموه الشكاوي اللي كانش حال هذي تا واحد ما تيجي يقدم الشكاوي كل هنا والناس عايشين بسلام تاجت المنحوسة القاضي قال لصحابه أشهد شي اللي وقع وتصلت على القبيلة جاوبه صاحبه هذي ثلث ياما سيد القاضي جات المرأة للقبيلة إلى إلى شافتها الغنم ما ترعى ومعها جوجو وليدتي يفتنو بالزين وما تيشبهو لهاش وقالوا أسيد القاضي ووجا القاضي قال لو وجاوبه القاضي بمفتاح انتو ما عارف اني متا نبغيش الظلم جيبوها نسمع حكايتها إيلا كانت ضيفة نكرموها وإلي جايبا نحس نجازوها علاق دنيتها شوية وجابولو عاقصة جابوها جابوها القاضي بمفتاح غير وقفات قدامه تنملو قدامه وحسب لي حكايتها حكاية وسولها شكون جابك لقبيلتنا وشكون انتي جاوبات وعاقصة أنا ضيفة والطلبة ضيف الله سمعت بحكمتك وجيت نتغطة بحمايتك مني شاف القاضي الوليدات منعورين وهي وجهان ضلة منحس هذا ماشي ولادك انتي وجهك حل وعقوزها بالعكاز هذا ولادي يا سيدي وش كتشك في قدرت الله جاوبها حاشا وش نشك في قدرت الله القاضي القاضي كان عنده واحد الطير سيفطو يجيب خبار عاقصة وصلو الخبار بلا زيادة بلا نقصان خبار الوليدات وخبار جناء جنان وخبار الصالحة ام الوليدات جاب عاقصة وجاب سحارة ديانو خيروها واش نمسخوك جرانة او جرادة او دبانة سبحالله العظيم وخا غا يعاقبوها تتفكر انها تنتاقم وانها مازال ديرا الصالحة في دماغها اش خطرت خطرت جرادة باش تهلك جنان الصالحة مشات مني وليت جرادة مشات تقتارت ومشات جمعات قاع الجراد ديالليك جواية وهجموع للجرد ديال الصالحة وذك الجراد والجراد اللي دقش ورقة من جنان الصالحة تجيه مالحة وتيبزقها ويرميها جوا الناس القبيلة في ذاك الوقت كان الجراد بحليلة يأكل الغنمي تيشوي وهو يأكله صاف يحاطوا بالجنان عندهم الزردة يشوي ويأكلوا يشوي ويأكلوا بقا تجرادة وحدة واحد تيرميها الواحد واحد تيرميها الواحد مني يهزوها وكلوها لقوها مرة وما يدفلوها هي هاديك عقيصة سبحان الله العظيم تهو هي جرادة وحدة مقدية كلها وجل قادرة لوليدة الصالحة الحضن ديالها وهدي هي حكاية جرادة مالحة وصلت النهاية نتمنى نكون خفيفة ضريفة على قبل عمكم وإلى عجبكم الفيديو دروا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا